تتواصل الجامعة الصيفية لإطارات جبهة البوليزاريو والجمهورية العربية الصحراوية في طبعتها الخامسة لهذه السنة بجامعة محمد بوغر بممرداس والتي حاملت اسم جامعة كاديم أزيك حيث تهدف لتصليط الضوء عن انتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية في الأراضي الصحراوية التفاصيل في ميكروفون محمد بومتشو وهذه الجامعة له هدفين الهدف الأول هو إطلاع هذه الكوادر بمستجدات في مواضيع الساعة في ندوات مختلفة منظمة من طرف جميعين جزائريين والهدف الثاني هو تمثل هذه الجامعة الصيفية وقفة ضمونية مع كفاح الشعب الصحراوي ومع الصحراويين والصحراويات في المعاناة اليومية لا يغيشوها في الأراضي المحتلة